بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر في المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبكم في برنامجنا مع القادة اللقاءنا اليوم إن شاء الله هنتحدث تحت عنوان كن إيجابيا دايما الإنسان الإيجابي بيفيد نفسه يفيد أهله يفيد مجتمعه كمان الإنسان ما بيكون إيجابي ويعقد النية يأخذ الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إنما الأعمال بالنيات السبب هذا العنوان في هذه الحلقة اليوم صباحا طلقت تلفون من السطر الرفاعي رغم ربنا الأعلى من ظروفكت إزاي وكتبت في وضع الله سبحانه وتعالى يعلن به تلفون بيقول إن في مريض عايز روح مستشفى عام أو مستشفى جامعي قلت له طيب ممكن تبعاتلي بس صورة البطاقة وصورة التحليل أو تقرير الإشاعة أو كده قال لي حاضر فعلا منتظر إنه يبعاتلي رسالة على الوطس تأخر أكتر من ساعة ما فيش حاجة جدت فأنا كنت عقد إنه إن أنا إن شاء الله اللي ربني قدرني يتواصل مع كل الأحبة مع كل الناس اللي أنا عارف إنه خييرة في المستشفيات قلت يعني المنفرج عن مسلم من قربة فرج الله عنه قربة من قرب الدنيا والآخرة وفعلا النية والله هي كانت عندي هذا الأمر بعد ساعة فيش اتصال أكتر ما فيش جيت متصل عليه ستارة إنت قلت لي إن في حالة ومحتاجة تروح مستشفى عام أو مستشفى جامعي قال لي للأسف الحالة اللي كلمتك عنها ماتت شفت الإنسان اللي يكون إيجابي ويأخذ النية ويتحرك أكيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر عشان كده يا جماعة اللي تجيله فرصة يخدم الناس اخدم الناس لأن ربنا سبحانه وتعالى هيقدرك وإنت بتخدم الناس تحصل أجر لا ومش كده بس هيوقفلك يوم ما اللي يخدمك أنت كمان اعمل ما شئت كما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل به تكتال أنا عندي مجموعة أطباء ما يعرفوش أن أنا هتكلم عنهم النهاردة للأمانة لكن أنا هوجه لهم شكر طبيب إنسان بمعنى الكلمة أطباء فعلا يستحقون أن الإنسان يذكرهم وبرنامج مع القادة هيزف بشرة لغير القادرين على مستوى جمهورية مصر العربية قبل ما نقول البشرة دي هي ايه هنقول أن في أطباء بجد بنشكرهم من القلب دائما وأبدا الإنسان بيمبر بظروف بيلايق قدامه ناس في طريقه ربنا أوجدهم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى عشان كده من كل قلبي بأشكر الأستاذ الدكتور عادل حسنين أستاذ المخ والأعصاب جامعة القاهرة القصر العيني للأمانة ليت منه حب العمل الاجتماعي حب العمل الخدمي بجد إنسان لما تتواصل معاه عشان أي حالة فعلا خدوم أنا زي ما قلت بصدق هو ما يعرفش أن أنا أتكلم عنه النهاردة ولا حتى هواجه له شكر بس أنا بقول وبذكر اسمه عشان كل طبيب وهو بيشتغل يرأي ربنا مهنة الرحمة ملائكة الرحمة مثل ما يقال عنها محتاج أن الإنسان مننا يتعامل بكل الحب وبكل الود عمعانا على هؤلاء وشارة صورة الأستاذ الدكتور عادل حسنين رئيس جمعية الام اس المصرية وأستاذ المخ والأعصاب جامعة القاهرة القصر العيني أيضا دكتورة نيفين صحيح في نفس التخصص مخ وأعصاب جامعة القاهرة القصر العيني قيادة نسائية جديرة أن تتبوأ منصب إن شاء الله مقبل دكتورة نيفين إحنا برنامج نسمع القادة والقادة سواء كان رجل أو مرأة لابد أن يتمتع بمهارات أولها الاستقبال الجيد للمرضى ورفع الروح المعنوية عندهم والمعاملة الجميلة مع أولياء المريض أو أهل المريض أو زوي المريض عارفة اللي جاية منهم من صفر وناس تعبانة فبتلاقي المعاملة الدكتورة نيفين أيضا ما تعرفش إحنا نتكلم ولا نشكرها في برنامجنا لكن بجد تستحق أن تكون طبيبة بدرجة إنسان كل واحد في شغله بيتعرض لمجموعة من الناس يقدر بعدها يفرز الإنسان اللي قدامه ومعدنه الناس معادل الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد المعطي رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية كل الشكر والتقدير له على حسن معاملته تواصله مع الجميع قبل الفاصل عايز أقول بشرة لكل مواطني جمهورية مصر العربية أي إنسان محتاج علاج على نفأة الدولة وهو غير مغطى بمظلة تأمينية يريد تواصل مع برنامج مع القادة إن شاء الله ربنا هيقدرنا ونعمله علاج على نفأة الدولة وشهد الكرام فاصل ثم نعود مرة ثانية مشاهدين الكرام أهلا وحمدكم مرة ثانية بعد الفاصل قبل الفاصل كنا بنقدم الشكر للأستاذ الدكتور عادل حسنين رئيس الإم الإس المصرية والأستاذ مخوى العصاب بجامعة القاهرة القصر العيني كل الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الأستاذ بكلية جامعة القاهرة كلية الطب ووحدة الام اس أو المخ والأعصاب أو مرض علاج مرض التعدد أو التصلب المتعدد أيضا كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد العاطي رئيس لجنة المركزية الأدارة المركزية لمستشفيات الجامعية على حسن تعامله وتواصله مع الجميع وأيضا برنامج مع القادة يزف بشرة لغير القادرين على مستوى جمهورية مصر العربية ولم تشملهم مظلة تأمينية ما عندوش أي مظلة تأمينية وعاوز يعمل علاج على نفأة الدولة يتواصل مع برنامج مع القادة على الأرقام اللي موجودة وصفحة الفيسبوك برنامج مع القادة برنامجنا إن شاء الله هيستمر في موعده الساعة 6 مساء وما بقاش فيه تأخير إن شاء الله لأن البعض بيقول لي إن الحلقة تأخرت هنكون معادنا إن شاء الله الساعة 6 برنامجنا هيوعاد في معاده الأصلي الساعة 1 مساء إن شاء الله يوم الاثنين غدا بإذن الله عشان مرضه وقتنا تعمل متحددة وقلنا إن أي حد على مستوى جمهورية مصر العربية عايز يعمل علاج على نفأة الدولة لأنه غير قادر وفي نفس الوقت ما فيش مظلة تأمينية أيا كانت المحافظة هيتواصل مع برنامج مع القادة وفعلا إن شاء الله في كل محافظة هللاقي اللي هو يساعدنا واللي هو هيخدم علينا وخدمة الناس شرف دي كانت مقدمة لابد عنها من لم يشكر الناس لم يشكر الله نرجع لبرنامجنا مع القادة ولقاءنا اليوم وجولتنا الأولى مع الأستاذ حنان مراسل برنامج مع القادة من محافظة بن سويف سلام عليكم أستاذ حنان عليكم السلام وأستاذ ربضان أخبار حضرتك بخير الحمد لله ما هو لديك من أخبار اليوم في محافظة بن سويف هناك خبر مصرع شقيقتين وإصابة ثلاثة أخرين في انهيار منذ القديم بمحافظة بن سويف تلقت غرفة عمليات النجدة بمدرية أمن بن سويف بلاغا بانهيار منذ القديم بمحافظة بن سويف واستقبلت المستشفى بن سويف التخصصي فرحة صبري إبراهيم 21 سنة وشقيقتها حبيبة 12 عاما جسد هامدة كما إداعهما مشرحة المستشفى كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ الأب والأمة والشقيق الصغرى مصابين بإصابات مختلفة ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى كما انتقل الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بن سويف استفقد الواقعة وبرقته لجنة مكونة من إدارة الأزمات بالمحافظة ولجنة المنشآت وقامت باتخاذ إجراءا احترازيا حيث تم إخلاء العقار والعقارات المجاورة مؤقتة أستاذ حنان قبل ما انتقل لأي خبر تاني هل الانهيار كان السبب أمطار ولا عادي لا إنه عقار قديم تمام هو كان آي للصغور تمام تفضلي أستاذ حنان هناك أيضا مصرع طفلة تناولت طعاما مخلوطا بمبيدة حشرية بطريقة الخطأ ببن سويف لقيت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات مصرعها بعد تناولها طعاما مخلوطا بمبيدة حشرية بطريقة الخطأ بمركز الفشن جنوب محافظة بن سويف حيث تلقى العقيد محمود مهني مأمور مركز الشرطة الفشن اختارا من مستشفى الفشن المركز بوصول طفلة تدعى ندى أربع سنوات مقيمة في مركز الفشن جثة هامدة على الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحثة الفشن المستشفى لمعرفة الأسباب حيث تبين من توقيع الكشفة الطبية عليها تناولها طعاما مخلوطا بمبيدة حشرية بطريقة الخطأ وبعد سؤال إسرتها أفادت أنها تناول طعام بالخطأ ولا يوجد أي شبهة جنائية تمام تبدأ غدا جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب على مستوى الصعيد وبعض المحافظات ومنها محافظة بن سويف أيضا ونائب محافظة بن سويف يرأس اجتماعة حملة مناهضة العنف القائمة على النوع ترأس بلال حبشي نائب محافظة بن سويف اجتماعا تنسيقيا بشأن حملة الستة عشر يوما المناهضة للعنف القائمة على النوع التي ترعاها وزارة التنمية المحلية وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر عشرين ثلاثين التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف وضع الآليات الدائمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيص مبدأ تكافل القرص تنفيذا لتكلفات المحافظة دكتور محمد هاني غنين الأستاذة حنال ناصر مرأسل برنامج مع القادة شكرا لك معنا أيضا وشرطا مدير مكتب برنامج مع القادة محافظة كفر الشيخ الأستاذة نادا حامد أستاذة نادا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبار حضرتك الحمد لله ما هو لديك من جديد داخل محافظة كفر الشيخ اليوم محافظة كفر الشيخ الشهدة تحديدا مدينة بلطيم جريمة بشعة جدا تقشعر لها الأبدان بمعنى الكلمة وذلك عقب اختصاف فتاة لديها إعاقة بحاسة السمع من قبل واجئ زوجها والذي يبلغ 62 عام تحت تهديد السلاح تفاصيل القضية ترجع لاستغلال والد الزوج كورسة زهاب زوجته ونجله إلى أرض الزراعية يعمل بها نجله وحاول التعدي على زوجة ابنه واستغل كورسة خلوة المنزل من ناحية وإعاقتها هي وزوجها من ناحية أخرى في يقنا منه أنه لن يفتضح أمره وقام بتهديد المجني عليها بآلة حد سيد حنان يعني الجاني هو والد الزوج بالظبط بالظبط لا حاول ولا قوت إلا بالله والزوجة وزوجها من زوال همم يعني الزوجة والزوج من زوال الاحتياجات الخاصة قام عقب ذلك المجني عليها بالتكلم بلغة الإشارة إلى شقيقاتها التوأم وأفضت إليها ما في نفسها وعند علم شقيقاتها بما حدثت ذهبت إلى مركز شرطة البرولة بصحبتها لعمل المقدر اللازم طبعا تم الصوت بس لو الكنترول نظر أن المجني عليها صمها فقد تم استدعاء أحد مخاطبين الصم والبكمة بالمركب والتي أدلت له المجني عليها بمضمون الواقع وتم عرض المجني عليها على الطب الشرعي والذي بدوره أكد الواقع بالإضافة لتأكيدات تحريات المباحث التي قام بها الضباط مباحث المركز لصحة الواقع وعقب تقديل ققنين الأقراض تم ضبط المشكو في حقه بعد عناء طويل جدا من ضباط المباحث في العصور عليه وبالعرض على سيد المستشار وقيل النائب العين بالبرولوس قرر حبس المتهم أربعة أيام على زمة التخطيق والتجديد له في المعادة القانونية تمام ندى حامد مدير برنامج مع القادة محافظة كفر الشيخ شكرا لكي المؤسف المجني هو والد الزوج الزوج والزوجة من زوج الاحتياجات الخاصة ماذا بعد اللي منتظرينه شفنا مشاكل كثيرة جدا جدا شفنا اعتداءات لكن أن يصل الأمر لهذا الحد وكأن البلاية لا تأتي فرادا ما سمعناه تقريبا في السوشيال ميديا وكل يتكلم دكتورة أمن نصر دكتورة أمن نصير في هذا التوقيت والكل يتكلم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إثاءة فرنسا وتحالف قوي من دول الشر تعاطفا مع فرنسا تخرج دكتورة أمن نصير بتصريح أنا لا أرى لماذا هذا التصريح في هذا التوقيت سبحان الله وتقول أن زواج المسلمة من غير المسلم جائس وتقول لا يوجد دليل شرعي على هذا الأمر أخطأت في أمور عدة أولها يوجد دليل شرعي ثانيها اختيار توقيت ما يجب أن يكون ثالثها ما الفائدة الفائدة التي تعود على المجتمع إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الجزئية اسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون معا على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ سيد الهادي من علماء الأظهر الشريف السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبر حضرتك بخير والله الحمد لله فضلت الشيخ أكيد حضرتك سمعت أو قرأت أو وصل الخبر لحضرتك ما قالته الدكتورة آمينة نصير عن زواج المسلمة من غير المسلم نعم ما رأي حضرتك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مال نبيه بعده عليه الصلاة والسلام سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أولا اتفقت كلمة الفقهاء والعلماء على أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من غير المسلم سواء كان هذا مشرك أو كتابي تمام المشرك الذي لدينا له والكتابي هو اليهودي أو النصران تمام بيقولوا أن ما فيش أدلة من القرآن هي آلة أن ما فيش دليل قاطع من القرآن الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو يشدوا فيه اختلافا كثيرا الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة عايز دليل من القرآن مولانا أما الكتاب تمام فيقول الله تعالى سبحانه في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتقنوهن تمام الله أعلم بإيمانهن تمام فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم تمام نلاحظ فلا ترجعوهن إلى الكفار ولفظ الكفر يشمل من ليس بمسلم فيتناول بعمومه أهل الكتاب وغيرهن تمام وكان السلف الصالح يفركون بين النصراني وزوجته إذا أسلمت فعلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه ورؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك لنفسها تمام نعود إلى الأدلة من الكرآن الكريم يقول الله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ربما يقول أن هذا في المشرك الذي لدينا له فأين أهل الكتاب؟ تمام نعود إلى صورة المائدة في الآية الخامسة يقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أدورهن محصنين غير مساتفين ولا متخذات أخدام تمام نلاحظ أمرين أن هذه الآية تحدثت عن أمرين أهل الكتاب عن أمر الطعام وعن النكاح تمام أباح الله تعالى الطعام بالتبادل وذلك في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وما قالش بناتهم أو أزواجهم إنما تحدث عن النكاح تمام فكان من صرف واحد فقال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية تمام إذن إباحة الزبائخ حاصلة من الجانبين بخلاف النكاح فهو من طرف واحد تمام إذ يحل لزواج المسلم من الكتابية اليهودية أو النصرانية بخلاف العسل فلا يحل للكتابي أن يتزوج من المسلم إما للزواج فيه من الولاية في النكاح من خلال قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء وهنا يطرق سؤال قبل السؤال معالد الشيخ فاضلت الشيخ قبل السؤال عشان بس أوضح للناس المسلمة لا تتزوج من غير المسلم أما المسلم يتزوج المسلمة ويتزوج من غير المسلمة من أهل الكتاب من الكتابية كتابية نعم تمام نعم فاضلوا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتزوج المسلم من الكتابية اليهودية أو النصرانية وليس العكس ولا يتزوج الكتابي لهما اليهودية أو النصرانية من المسلمة تمام لأن المسلم يحترم ديانة زوجته ولذلك حرم الإسلام على المسلم لأنه يتزوج من المشركة التي ليس لها دين وأباح له الزواج من الكتابية لأن لها دين سماوي يؤمن به فاضلت الشيخ ليه شؤال هنا بس لو أمكن حالك تجاوبنا عليها السريع فاضل إذا تزوج المسلم من كتابية نعم هفطرت أي ديانة يهودية أو نصرانية وأرادت المرأة أن تذهب إلى معبدها أو إلى كنيستها هل يبيح لهذا الأمر الزواج؟ نعم ما احنا قلنا الولاية في الزواج الرجال قوامون على النشاء ما أدمر الإسلام ولأن هذا الزواج يؤمن بدين هذه الزواجة سيسمح لها بعبادتها وإقامة شعائرها لأنه يعلم أنها تتعبد لله تعالى عن طريق نبي من أنبياء الله ما أجمل هذا الدين والتيسير نعم فضيلة الشيخ سيد الهادي من علماء الأزهر الشريف شكرا لحضرتك شفتوا جمال بتاع الإسلام يعني إذا تزوج غير الإنسان تزوج غير مسلمة يهودية أو نصرانية ذات كتاب سماوي يسمح لها أن تذهب إلى معبدها أو إلى كنيستها تتعبد الكلام الجميل اللي قاله فضلت الشيخ لأن المسلم آمن بعيسى عليه السلام وقلنا نقول سيدنا عيسى ونتشرب بهذا فبما أنه آمن بعيسى عليه السلام فيتزوج من آمنت بعيسى والمسلم يتزوج اليهودية لأن المسلم آمن بموسى عليه السلام ونقول سيدنا موسى عليه السلام فلما آمن بنبيها تزوج اليهودية أما اليهود أو النصران بما أنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يتزوج المسلمة من أراد أن يتزوج مسلمة عليه أن يعلنها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ما أجمل هذا الدين في تعاملات الإنسان مع كل البشر حتى مع غير المسلم المتصفح في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم يرى العجب العجاب كيف أن النبي يتعامل بالحسن مع جاره اليهودي الذي يضع أمام بيته صلى الله وسلم القذرات كيف تعامل النبي صلى الله وسلم مع غير المسلم هذا هو الدين هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم صدق من سماك رؤوف رحيم صدق من قال في حقك في حقك وإن نكل على خلق عظيم معنا اتصال من أستاذ عبد الناصر من محافظة البحيرة سلام عليكم أستاذ عبد الناصر سلام عليكم يا باشي وعليكم السلامة يا مطلعي وبركاته اتفضل حضرتك والله يا دكتور أنا بستغيث بس أنا بعتها ورائي عشان المعاش خلينا نقول الاستغاثة بالله ولكن بتوجه مناجدة ما هي المناجدة حضرتك؟ أتفضل يا حق عبد الناصر أتفضل حضرتك دلوقتي يا باشي أنا طالب معاش بلية حضرتك كم سنة؟ ورحت التأمينات قاله ده أنت شواء وأنا مش شواء أساسا يا باشي لاحظة لاحظة حضرتك المهن أيين؟ أيوة يا باشي المهن أيين حضرتك شغال إيين؟ ألو حضرتك شغال إي حق عبد الناصر؟ أنا حدد مصلحة بإيه؟ كم سنة؟ ودفع تأمينات 33 سنة رحت عشان أعمل معاش قاله ده أنت سواء وأنا رحت جدت خطاب من المرور وبعدت الأوراق كلها يا باشي لقعدتك حق عبد الناصر معلش واحدة واحدة معايا حضرتك المهنة المهنة حدد مسلح ألو اسمعني من التليفون وبلاش التليفزيون ده وعدت ركز بس معايا حضرتك المهنة نجار مسلح ألو يا حق عبد الناصر سمعني؟ أيوة معال باشا معالك المهنة حدد مسلح نعم بيه؟ المهنة حدد مسلح المهنة حدد مسلح البطاقة مكتوف فيه إيه؟ ودفع 33 سنة تأمينات البطاقة مكتوفة إيه؟ البطاقة والبطاقة حدد يا بيه وكله وجوازات صفر حدد وكلها حدد وقدمت المستندات اللي فيس بتزالي طب منين جد بقى أن حدك سواء؟ روحت عشان أجدد البطاقة وسواء معاش قالوا لي لا ده أنت سواء وأنا جبت اختب من المرور إن أنا ماليش علاقة بالسواة نهائي فأنا بستغيث بالسيدة وزير التأمينات يا باشي وزيرت التضامن بس خليك معايا بس يا حاج عبد الناصر يعني أنت معاك رخصة سواء؟ ده في 33 سنة يا بيه حضرتك معاك رخصة سواء؟ لأ ما جبت اختب من المرور إن أنا ماليش علاقة بالسواة خالص نهائي لأ أنت معاك رخصة ولا معاكش رخصة؟ لأ ما طلعش رخصة خالص يا بيه لا رخصة خاصة ولا رخصة عامة؟ وطلعتش رخصة نهائية يا باشي والله طب عمرك ركبت عربية وسقطها يبت خطاب من مرور ان انا مليش علاقة بالسواء نهائية يعني حضرتك ما بتسوقش وحضرتك ما طلعت حضرتك ما بتسوقش وحضرتك ما معاكش رخصة وحضرتك ما ركبتش عربية مكتوب لك كده في التأمينات ان حضرتك سواء مليتش الملفة اكاسة طيب اه مثلا ياريت الكنترول يتواصل مع الحج عبد الناصر شروا البلية ما يضحك يعني الوحدة عشان يطلع رخصة يطلع عينيه ويدفع وراجل باعت 3 و30 سنة يطلعوا له منلف ان هو سواء ازاي الكلام ده قدرت المرور السيد محافظ البحيرة السيد مدير الامن محافظة البحيرة السيد مدير يقدر عمل المرور بمحافظة البحيرة الامر مش هين يعني ايه واحد ما عندهش رخصة يعني انسان ما معاش حتى رخصة خاصة ما بيعرفش سوء اصلا وهناك ما يثبت ان هو سواء في خطأ اللي كاتب على الكمبيوتر طالما حتى حج عبد الناصر سواء اكيد شال سواء بالفعل وحطه نجر مسلح عكس يا جماعة من ضمن القيام الدولة وتقوم دولة قوية لا بد وان يكون هناك ثواب وعقاب زي ما في ناس وذكرناها في بداية الحلقة ما شاء الله طبيب بدرجة انسان وشكرناهم في ناس مخطين يا جماعة اوعى تفكر ان اي مهنة ما فيهاش الوحش والحلو يا جماعة احنا بشر وإلا لو فيه ادارة لو فيه وزارة لو فيه هيئة لو فيه جهة ما فيهاش اي اخطاء يبقى دول ملائكة وده مستحيل لكن احنا يقولوا اللي بقى اخطاء فردية لكن لا بد وان يؤخذ على يدها والامر يصحع يرجي الحق لاصحابه الحق عبد الناصر محافظة البحيرة كنترول اتواصل معاه ونحاول يكون فيه تواصل مع الاستاذة ندا حامد مدير مكتب برنامج مع القادة في محافظة البحيرة لعرض الامر على السيد المحافظ وعلى السيد مدير الامر في محافظة البحيرة وان شاء الله يكون عندنا رد مبدئية لحد ما ننتهي بس من موضوع الانتخابات الاستاذ حنان ناصر في ابن سويف قالت انه بكرة فيه اعادة اه محافظة بن سويف محافظة الفيوم الصعيد محافظة كترة جدا جولة الاعادة بكرة ان شاء الله وبعد بكرة الاثنين والثلاثاء الاعادة بعد ما الامر تقلص ان شاء الله تقلص من الاعادة هناخد اسماء النواب في كل الدوائر في كل المحافظات وهنحاول نتواصل معهم برنامج مع القادة اعلننا ان احنا محتاجين مرسلين عشان يقدموا بلدهم صحيح ادارة الملف للكنترول اه انا كرة ما بتدخلش في اي اختيارات ما شاء الله السيزبيبو ايم بالواجب وزيادة ما شاء الله لا يكون في عونه اه مفضل يكون اعلام اه عم دياء بيشترط لغة عربية تخصصه اه كابتن بيبو اه عنده التقييم الشخصي والمقابلة الشخصية معانا مادام سهير من محافظة كفر الشيخ اه سلام عليكم مادام سهير عليكم السلام ازاي حضرتك يا دكتور رمضان اهلا بيكي احنا احنا رائضات اجتماعيات تابع وزارة التضامل الاجتماعي تمام احنا تلات تلاف رائضة على مستوى الجمهورية التلات تلاف على مستوى الجمهورية ولا محافظة كفر الشيخ بس لا على مستوى الجمهورية كلها تمام احنا حضرتك بنشتغل بأننا اكتر من خمسة وتلاتين سنة تمام ومتعيدناش لحد النهاردة ولا لنا راتب شهري ولا لنا تأمين اجتماعي ولا تأمين صحي وبناخد مكافأة حضرتك 350 جنيه بنقبطها كل 6 شهور مرة لاحظة لا مدام سهير حضرتك من 35 سنة اه شغالين غير 150 جنيه 350 جنيه حضرتك 350 جنيه كل 6 شهور اه بناخدهم كل 6 شهور بيجمعهم وكل 6 شهور يدهم لنا مرة اه يعني بتاخدوا بواقع كل شهر 350 جنيه يتأخر الراتب 6 شهور وبعدين ناخد المبلغ كله على من اساس 350 ايوه تمام واضح كده اتفضل لحضرتك وطلع لنا قرار تثبيت حضرتك في 2012 وما تنفس والورقة عن في المكافأة يعني فيه قرار تثبيت اصلا من وزير التضامن اه طلع لنا طلع لنا رائضات كافر الشيركان طلع لنا قرار تثبيت وجيبنا ورقة صورة منه من التنظيم والادارة وانا عطي الورق للاستاذ احمد معه صورة منه انا للأسف انا بالنسبة للمداخلات فعلا انا بيبقاش عندي علم الا وانا داخل هوا فالترتيب بيبقى مع الكنترول والستاذ احمد بيبو هو اللي بيمرتب لكن ان شاء الله بعد الهوا توصل مع الستاذ احمد ونشوف طب ايه طلب حضرتك احنا يا فندم عايزين يبقى لنا تأمين اجتماع وصح واحنا بقى لنا 35 سنة بنشتغل وبنخدم البلد وما فيش راتب شهر يا فندم احنا عندنا اولاد وعندنا متطلبات واحنا شغلنا كتير جدا في الوحدة احنا بنشتغل اكتر من المسؤول اللي قاعد في الوحدة احنا همزة الوصل بيننا وبين الوحدة بين الناس والوحدة تمام فاحنا شغلنا كتير جدا يا فندم واحنا كان معانا رائضات تبع الصحة ووزارة الصحة بيشتغلوا نفس شغلنا واحنا شغلنا بيضعيفهم مرتين وتم تثبيتهم فعلا من الفين واتناشر ويجينا مطالب ان احنا نبقى زيهم طلع لنا القرار ودروف وما قالوا الناش ونجي نتكلم مع وزارة التضامن تقول لنا اصل العمل بتحكم عمل تطوع تطوع اي يا فندم هو احنا لقيم ناكل عشان نتطوع مادام سهير في عقد مع حضرتك انا احنا من 35 سنة ما كانش في عقود يا فندم لا حاليا دوقتي كل سنة تشتغلوا ازاي دوقتي حاليا انا كنت حضرت دورة من كم وتلاتين سنة في القاهرة وطلعوا لي جواب ان انا حضرت الدورة ويأتيم تسليم العمل من 15-12-90 يعني احدك شغالي من 15-12-90 اه طب ما فيش عم رفعتوش قضية مع تحركتوش قانونية احنا رفعين قضية يا فندم رفعين قضية ووقف على الحكم يوم 29-11 بس وزارة المدرية عندنا مش ردية تبدينا اي ورقة يعني المحكمة بعتالها عايزة افادة ان احنا معاهم مش ردية تدوم الافادة وبتقولهم ان ده عمل تطويق وهم ملهمش اي عقود وملهمش اي اساس انا مش عارفة بيعملوا فينا كده ليه يعني حضرتك يوم 29-11-20-20 بعد اسبوع جيه ان شاء الله عندكم قضية ايو محجوزة للحكم محجوزة للحكم ايو طيب هنتابع مع حضرتك وان شاء الله ننتظر الحكم يوم 29-11 ان شاء الله ربنا ينصفكم ويرجع لكم حقكم وانا بناشد كل مسئول لما يجي لك موظف صغير مش صغير مقاما لا ممكن يكون عند ربنا احسن مني ومنك لما يجي لك واحد وفائلا شغال معاك ادي له الورقة اللي تخدم عليه يا جماعة المشكلة ان ممكن الناس اصلا مش شغالة وماش موجودة تبع الهيئة وماش موظفة في المكان ده اصلا وبتاخد رواتبها ومحدش يعرفها ولو طلب انه عايز ورقة بتروح لبدل الورقة عشرة لان يجي من طرف الباشا والبهو وهك واسطة فمنقول لا يا جماعة سدقني الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء انت في ناس اعلى منك وناس اقل منك اذا تعاملت مع الاقل منك معاملة طيبة ربنا يخلي الاعلى منك يتعامل معك معاملة طيبة اي انسان متكبر في منصبه بتعامل بشدة مع الناس البسيطة ربنا سبحانه وتعالى بيجعل من يشق عليه اللهم من ولي من امر امته شيئا فشق على الناس فشق عليه واما الانسان يكون رحيم ربنا سبحانه وتعالى يجعل من يرحمه ايضا فمنجد الكل مسؤول ايا كنتوا في اي موقع تعامل مع الناس بما يرضي الله ويرضي ضميرك وما تجميلش على حساب شغلك يا جماعة عايزين نبني مصر الجديدة مصر القوية مصر الرائدة مصر المتطورة مصر الحديثة ما شاء الله احنا قلنا مرارا وتكرارا المؤسسة العسكرية عندنا في مصر ماشي بخطة ثابتة ما شاء الله والاعلة ان شاء الله لماذا؟ لان عندنا حاجة في الجيش يمكن انا كنت من ضمن من تشرفة بالخدمة العسكرية في الجيش المصري اقدم منك بيوم بيقدر ياخد قرار ما فيهاش مجملات وفي نفس الوقت بيعتمد على عنصر الشباب انا مشفق جدا جدا عالدولاب الحكومي عندنا في مصر ما بنعينش حدا حاليا والناس بتطلع معاش وعدد الموظفين بيقل طب الناس الخبرة هيطلعوا معاش وما فيش موظفين عندنا في الدولاب الحكومي بعد شوية هنلاقي عايزين نعين الناس دي من يعلمهم؟ لازم ندخل ناس معانا المسابقات يا جماعة اللي اتعملت دي كلها احنا تقشد الحاجة في الشهر العقاري في المحكمة في الطب البطري في الشؤون الاجتماعية محتاجين موظفين ندخل موظفين عشان حتى ياخدوا الخبرة ويتعلموا من ناس الكبيرة باش هستنى لما ناس تطلع برا معاش ونصبح الصبح نعين مكانهم ناس جديدة ما تضربوش على الشغل وما عرفوش يكتسبوا خبرة الشغل وطريقة التعامل مع الناس لازم يكون عندنا فكر البكرة ان شاء الله فانا بقول المؤسسة العسكرية عندنا مشي يا مشاء الله ربنا يحفظهم مصر اقوى بكثير مما كانت عليه لا ينكر هذا احد والقوات المسلحة بتعملش ضقيق ولا في اي مثل ما يحدث عندنا في المؤسسات العادية التنافس الشديد كل واحد عارف ان ياخد حقه الردبة مش هيزيد ضبورة ولا يرتقي الا بعد قوانين معينة وسنوات معينة عكس المحليات عندنا قاعد على الكرسي النهاردة راح شرب شيء على القهوة ليه في مكان اعلى راح اتغدى ورجع لا بقت في الضارة اعلى رجع بقت في بيتهم وصبح الصبح عندنا بقت اصبح البشا المدير يعقل على الكرسي ما احترامي لا فهم حاجة ولا عارف حاجة الكرسي اكبر منه فهو عاودي دار الخيبة اللي هو فيها يتعامل مع الناس وهو مش فاهم اصلا بكبر وتعالي ومش عايز الناس تكشفه فبدأ ما يتقابلش الناس اصلا ويسكن في برج عاجي بس غدا ستشرق شمس الحقيقة وكل من صعد جبل من سلج سوف ينهار به اما اللي سنبقى اللي بيتضرك في الوظيفة بتاعته كان موظف صغير ثم بعد ذلك ارتقى موظف مشرف على في المكان اللي هو فيه ثم رئيس قسم ثم تولى ادارة فمسك مدير عام ده زي ما بيقوله فهم البيضة والحجر ويعرف يتعامل مع الناس سلس في معاملاته اي حد يجيله مر عليه الامر ده كتير جدا وعنده حلول روح القانون لا القانون فقط عشان كده بنقول لازم نضرب اولادنا واي مكان يا جماعة مهما كنت من قدرات علمية ومهما كنت من زكاء كل مكان اللي هو خبياه لازم ادرسه ولازم اتعلمه عشان كده فكرة نائب المحافظ ممتازة جدا فكرة نائب وزير ممتازة جدا لان بعد كده هيكون نائب المحافظ محافظ نائب الوزير وزير اتمنى كمان شغل المحليات يا جماعة يركز شوية اننا يتبوأ المناصب اللي هو فعلا شغال في المحليات ويشترط ان يكون مثلا مضى مدة عمل في المحليات فترة لا تقلع عشر سنوات مثلا يعني او كما يطراء للقيادة انما اجيب واحد خارج من وظيفة سين او موظيفة صاد فكرة كده هو المحافظ فكرة هو السكرتيري العام فكرة هو السكرتيري المساعد ولا يعرف شيء عن المحليات المحليات فيها فساد كبير جدا جدا احنا بنينهي خلاص انتخابات مجلس النواب ان شاء الله يعني بعض المحافظات بكرة ان شاء الله اعادة الاسبوع القادم يكون خلاص صفينا من يتبوأ هذا المنصب نقول له مبروك ومن لم يحلفه الحظ نقول له هرضي لكم ان شاء الله الايام قادمة لكن ماذا بعد الانتخابات البرلمانية عندنا انتخابات يا جماعة من وجهة نظري انا اهم من مجلس الشيوخ اهم من مجلس النواب الى وهي المحليات يا ترى المحليات سوف يتم اختيار الاكفأ ولا السادة النواب هيرد الجمايل لبعض الاشخاص على حساب الدولة والله يتبوأ هذه المكانة او من يتعامل مع الجمهور او من هو العمود الفقري بصدق للمحليات لا يستحق هذا الملف مش هنفتحه حاليا لكن هنفتحه في كل المحافظات مش في محافظة معينة واي انسان في اي محافظة عايز يتواصل مع برنامج مع القادة احنا سهلين اوي اوي وزي ما قلت بفضل الله سبحانه وتعالى كل اللي بيطلع معنا ببرنامج مع القادة بيتشرفنا لانه بجد قيادي فما بيتفحش اي حاجة ولا بياخد اي حاجة بس لم ولا يظهر معنا ببرنامج مع القادة الا انسان يستحق هذا الأمر اكيد مع زحمة الاخبار اللي قلناها لازما شوي يكون عندنا خبر رياضي روحوا عن قلوب ساعة بعد ساعة كان عندنا اسبوع الماضي منتخب مصر في اللقاء اللي عد قلنا فجدنا واحد سفر على توجو ولكن اداء كان الجميع غير راضي عنه وكان على ارضنا في مصر ذهابا لما رحنا ايابا ولعبناهم في توجو فجدنا عليهم ثلاثة واحد وعندنا ايضا مطش مهم جدا جدا زمالك واهلي طبقا للترتيب لان الزمالك هو صاحب الأرض ان شاء الله يوم 28 برنامج مع القادة بيحترم التخصص ودايما ادي العيش لخبازينه حتى لو هيكل نصه مثلا يقال عندنا فمعاناك كابتن حمزة عبدالوهاب مدير شئون اللاعبين جمعية اللاعبين المحترفين سلام عليكم يا كابتن سلام عليكم يا كابتن أخبار حدرتك سلام عليكم يا حدرتك كابتن ما هي تعليق حدرتك على مباراة مصر مع توجو ذهابا وايابا ثم على مباراة الأهل والزمالك ان شاء الله القديمة بص يا حدرتك الأول بعد أزمة كورونا طبعا وعادنا حوالي ستشور مفيش كورة في مصر وتوقف النشاط ده أثر بالسلب طبعا على اللاعيبة وبعد ما اتحاد الكورة أخذ قرار ان هو الدوري يرجع وضغط المباريات كان كل تلاتيان بيجعب المباراة فطبعا ده أثر بالسلب طبعا على اللاعيبة تمام البان دوت المطش الأولاني بتاعة توجو اللي كان هنا في مصر تمام وبرضو نقطة تانية ان 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 في فا ديت بتاعة المنتخبات احنا ما عملناش مطشاط وزي فده كان يعتبر اول تجمع من اكتر من سنة تمام فطبيعي كانت الاداء كان هيبقى مش متوسط يعني سنقول عليه وحش تمام بالنسبة للمطش التاني طبعا بعد دخل الدماء الجديدة اللي دخلت المنتخب ظهر شكل نقدر من شاء الله بإذن الله نقول ان في المستقبل مع التجمعات ومع المصرات الودية ان شاء الله يعني منتخب مصر على الطريق صحيح ان شاء الله بإذن الله يعني كابتر نقدر نقول ان احنا استفدنا من المباراة الاولى رغم ان هي واحد سفر بس وافدتنا في المباراة الثانية طبعا استفدنا اقول لخيك استفدنا ايه استفدت ان انت جمعت اللعيبة اللعبه مع بعض برضو حدرتك انت عارف ان المنتخب انت بتجمع كل لعيب من فرقة فلما برضو يعني كان يعطبر مطش تجريبي للمطش اللي احنا لعبنا هناك كابتل لو حبانا ننتقل من مباراة الدولية الى الدور المباراة محلية هي افريقية فعلا بين بطالي افريقيا كل الحب والتقدير لنادي الزمالك كل الحب والتقدير للنادي الاهلي ماذا تقول عن مباراة الزمالك والاهلي يوم 28 ان شاء الله حدك مدين كده ان فريتين من مصري وصلوا لنهاي افريقيا اا في اكبر بطولة الاندية في افريقيا فده طبعا حاجة كويسة جدا من الكرة المصرية وللكرة افريقيا برضو طبعا المصري سعب دان النادي الزمالك بقش دين سنة ماخدش بطولة افريقيا وفي افس الوقت يعني من غريمه التقليد دي اللي هو النادي الاهلي والاول مرة في التاريخ تحصل فريتين يوصلوا من نفس البلد لنهاي البطولة القرية فطبعا المصري بالنسبة لنادي الزمالك طبعا هو يعني بعشرين سنة ماخدش البطولة ومن النادي الاهلي وطبعا طموح الجمهور النادي الزمالك ان هو يحصل على البطولة دي وخصوصا من النادي الاهلي ده بالنسبة للنادي الزمالك بالنسبة للنادي الاهلي برضو النادي الاهلي بقالي السابع السنين ما بياخدش البطولة بيوصل الانهائي بيوصل الانهائي بافريقيا وبيوصل من قبل النهائي وما بيحصلش النصيب إنه يأخذ وكمان إن النادي الزمالك نسه في آخر مباراة قيمة ما بين الأهلي والزمالك نادي الزمالك تسبل النادي الأهلي وعندما بيمثل ضغط على لعبة النادي الأهلي عشان هم طبعاً محتاجين إنه أولاً طبعاً بطولة أفريقيا ثانياً إنه هو يرد هزيمته بتاعة نادي الزمالك هو مباراة الأهلي والزمالك دايماً مباراة بطولة الوحدة في حد ذاتها فما بالك بقى لما يكون النهاي أفريقيا بزفت هو مبطولتين يعني يوم 27 دا في بطولتين دام بحركة قلت دي بطولة نهاية أفريقيا وبطولة خاصة ما بين الأهلي والزمالك الفرقة اللي هتبقى وقفة كويس في الملعب واللعب عندها ضبط نفس والفرقة اللي هيبقى لعبتها رجالة هي اللي تكسب فعلي بحركة الموتش دا بيبقاش فني على قد النهائيات ما تبقاش فني على قد ما بتعرف تجيب جول فعلا يا كابتن حتى مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة الأهلي كان أفضل أداء الزمالك كان أفضل نتيجة بزبط هي دي سياسة مدير الفني برضا حدا كان لدي زمالك بلعب بطريقة هو مش عايد حجم المباراة مش عايد الأداء هو عايد هو عايد يكسب المباراة النادي الأهلي طبعا مع المسلماني بدأت النتائج تتحسن وبدأت الشكل الأدائي يتحسن فإن شاء الله يعمل أن نشوف المباراة يتحسن بالدور المصري ويتحسن بمصر وأفريقيا وإن شاء الله يشرفونا إن شاء الله أهم حاجة ومبعا المباراة تتحسن بروحها برياضية ما بقاش يتعصب لأن زي ما تحقق الشارع المصري في احتقام برضو بكثة الأهلي والزمالك وإن شاء الله نعمل أن المباراة دي بتعكس ما يبقاش يتعصب في مصر وأفريقيا إن شاء الله كابتن حمزة عبدالوهاب مدير شؤون اللاعبين جمعية اللاعبين محترفين شكرا لحضرتك طبعا يا جماعة مباراة أهلي وزمالك وأول مرة في التاريخ فريعين من بلد واحدة مصر الحبيبة يصل النهائي عشان كده كن إيجابي شارك إن مصر تكون متقدمة رياضيا طبيا عسكريا أمنيا متقدمة في كل شيء ما هو كلمة التقدم يا جماعة ما بتقدمش في حاجة واتأخر في حاجة إنت نصل لهذه الدرجة لو كلنا بجد حبينا مصر من قلوبنا لو كلنا حطنا إيدنا في قدين بعض للصالح العام لو كلنا بدأنا نختار صح عشان كده مصر قديمة إن شاء الله مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى في تقدم اليوم أفضل من أمس وغدا أفضل من اليوم كن إيجابيا يد بيد نبني مصر تعالوا بنا نخلص النية يا جماعة الأعمار بتنتهي في ثانية حلقتنا خلاص بتنتهي كنت ترول بقول لي شكرا خلص حلقتك بس قبل ما خلص حلقتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها أن يحفظ مصر وشعبها أن يحفظ مصر وجيشها أن يحفظ مصر ومن أحبها إلا نلتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته